رعا قدس الأب الدكتور جهاد شوحاد المدبر العام لمطرنية لاتيني في الأردن حفلة تتشيني مزار الجلجلة في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون بحضور الأب فراس نصروين والأب سامر ندانات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين ووفد أوروبي زائر حضروا إلى الموقع بمبادرة من الديوان الملكي الهاشمي لاهتمامهم المباشر بالمكان وترميمه وقاموا بزيارة الدير ومدرسة الأيتام ومزار الزيدة العذراء ومزار الجلجلة الجديد هذا وأقامت رعية كنيسة سيدة الجبل قداسة شكرين ترأسه الأبي يوسف فرنسيس راع الكنيسة حيث عبر المؤمنون عن فرحتهم الكبيرة بهذا المزار الذي يمنح البركة ويتيح الفرصة لرفع الطلبات وتمجيد الله يشار أنه تم اعتماد دير ومزار سيدة الجبل في عنجرة من قبل الفاتيكان كأحد أماكن الحج المسيحي في المملكة وقد أشرف على مراحل بنائه وإنشائه الأبي فرنسيس كما قام بهندسة البناء والتبرع بالتكاليف المهندس في راسم قطش ويعود تأسيس كنيسة ومزار سيدة الجبل إلى عام 1932 حيث أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع للميلاد كما تعد الكنيسة ذاتها من المواقع الخمسة المعتمدة من الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين في الأردن والعالم عنجرة بالنسبة لجميع المسيحيين أصبحت مزار أصبحت مكان مقدس واليوم سواح من بريطانيا أعتقد جاءوا وشاركونا في هذا الافتتاح الرائع والرسالة هذا النهار دائما نشجع الناس على الزيارة على الأماكن المقدسة هذه أمانة في رقابنا الأماكن المقدسة يجب أن تعيش ليست حجارة إنما حجارة بصر محبين فيهم عاطفة فيهم مشاعر مسيحية رائعة وإنسانية حتى كل السكر لنورسات سكر إليك دكتورة لجميع الطاقم الرائعين الذين يتعفوننا دائما بأخباركم الرائعة بما لكم من صعة علم لنقل أثورة الرائعة للإخوة المسيحيين في كل أنحاء الوطن العربي النهار دا افتتحنا الكابيلا المغارة الجديدة وفيها من جوا كيتش راح تشوفوا فيه صليب كبير عشان أكتر نتأمل في صلب المسيح ويمكن كمان إن إحنا بنقدم هاي الكابيلا الكنيسة الجديدة بأنه فعلا من خلالها ربنا يشوف الآلم اللي بتصير فيه البشرية هلا وإنه تخف المعاناة وإنه يصير فيه سلام في العالم أكيد زود إيش منيح أو زودت إيش منيح الكنيسة اللي عملناها لأنه هلا اللي بيجي عندنا السايح في عنجرة بيلاقي أكتر من مكان يزوره في عندنا الكنيسة القديمة في عندنا المزار بتمثال العادرة فيه كمان عندنا هلا القولجوسة على أساس أنه الناس تيجي وتصلي كمان جلالة سيدنا الله يطوله بعمره ويبارك بمهيلته ركز كهير على موضوع السياحة بالأردن وكان داعم للسياحة والحقيقة أنه كان في أكثر من اتصال ومتابعة من قبل الديوان يدعمونا بشكل كامل لإتمام بناء كل ما شفتوا اليوم بالكنيسة كان دعم مادي ومعنوي منقطع النظير اللي شجعنا بزيادة بأنه ننتج أكثر ويكون لدينا شيء مميز أكثر بتصوراتي هذا المكان رح يكون واحد من أكثر الأماكن حب بأنه ينزار من قبل السياح لأنه سبيري يونيك أي ساح فيه يخذي يوم كامل ما بين مزار العذرة ما بين الكنيسة القديمة ما بين كنيسة الجزثة والمزار القديسين بالإضافة للجو الرائع والأشجار والبيئة اللي طبعا زي ما أنتم شايفين جدا جميلة وجدا رائعة بشكر الرب بشكر العذرة على مساعدتها خلتني أكمل هذه المهمة اللي هي طبعا كانت صعبة وصعبة جدا لأني كنت بري نيربوس أنه أعمل شيء يكون يونيك يكون جديد والحمد لله نجحنا اليوم بأنه نعمل كنيسة الجلجثة اللي أنا بدعو كل مسيحي وكل أردني وكل مسلم أيضا لأنه كلياتنا أهل يزوروا هذا المكان المقدس لأنه رح يشعر بالروحاني اللي موجود فيه ها هي الأسباب العديدة والتي دفعتني إلى المجيء اليوم أولا وقبل كل شيء لأن الأب يوسف دعان أنا وأصدقائي للمشاركة في افتتاح الكنيسة الجديدة وهي كنيسة جميلة جدا كنيسة الجلجلة والتي تحتوي على تمثال لسيدنا المسيح على الصليب الذي أحضره صديقي فارس من رومانيا خصيصا لهذا اليوم إذن السبب الأول لمجيئنا هو حضور الافتتاح وأعتقد أن السبب الأكبر لمجيئنا هو رؤية الأطفال هنا تهتم والكنيسة بدار للأيتام هناك خمسة وعشرون طفلا يتواجدون هنا لأسباب مختلفة والكهانة والرهبات يقدمون لهم حياة رائعة ويعلمونهم والأطفال يكبرون بسعادة وقد جلبت معي أربعة وعشرون صديقا من إنجلترا أرادوا القدوم لرؤية الأب يوسف ورؤية المزار ولقاء الأطفال لذلك من المهم جدا أن نأتي لرؤية الأطفال ومن الناحية الدينية تعتبر عنجرة المكان الذي نام فيه يسوع ومريم في الكهف ويجب أن لا ننسى ذلك تم ذكره في جميع التقاليد الكتابية وقد أطلق البابا يوحانا بولس الثاني اسم عنجرة كواحدة من خمسة أماكن للحج في عام 2000 لذا فإن هذا المكان مهم جدا للمسيحيين ليأتوا إليه لأداء الحج وتقديم الاحترام والصلاة وأنا سعيد بقدومي اليوم كصديق وكحاج أيضا أنتمي إلى العائلة الدينية للكلمة المتجسد ونقوم بخدمتنا في عنجرة الكهنة يشرفون على رعية فيها مزار وقد تم افتتاح هذه الكنيسة الصغيرة التي تهدف إلى أن تكون كالجلجثة ليتمكن الناس من القدوم للصلاة والتأمل في هذا السر كما لدينا منازل للأطفال دينا دار للأطفال الصغار نستقبلهم من سن الرضاعة حتى 12 عاما ثم لدينا دار آخر للفتيات من 12 عاما حتى سن الجامعة ودار آخر للأولاد أيضا للفئة العمرية ذاتها حتى بلوغهم المرحلة الجامعية هذه المنازل لها أكثر من 20 عاما منذ وصولنا إلى عنجرة بعض الشباب قد تزوجوا الآن ولديهم أبناء ويعملون وهو بالنسبة لنا نعمة من الله وسبب كبير للسعادة